انا علام الدين مساء الخير يعطيك العاشر اهلا انا انا انت عندك شي اسمه نومنس دي سوسييشن يلي هو التخدر العاطفي بعض الناس بيسموه بيقولوا هذا عديم الاحساس انت بتقول لا هيدا اسمه انفصال عاطفي او تخدر عاطفي شو يعني كلمة دي سوسييشن او انفصال هي مش انفصام بالشخصية انا حدا بشخصيتين هي الفكرة انه في مثل حاجز او حيط بين مشاعري وبين انا او وعي شو يعني عديم الشعور يعني ما في اي عاطفة انا قلت انه لا بيعرس بينبسط وبيبتسم ولا بيدفن بيبكي على ميت هلا في كذا في كذا لالتخبر هلا في ناس ممكن تكون نوعهم صفر بالمية حقيقة انا بيحانتي لا مش صفر بالمية بس تقريبا يعني يعني اذا حدا متلك لاصة محلة بتبكي يعني يمكن يبيني الجواب شوي غريب بس انت عم تقول حدا متلك لما عم تقول متلك يعني حدا بيخصني لدرجة انه بحس انه اذا مات متلك ها انت بتحس انه ما متلك يعني انت كأنك ما عندك علاقة بالموضوع مية بالمية ما عندي علاقة بالموضوع ما انك معني ما عندي علاقة بالشخص اعطيني اخر شيء او اخر حدا ازعلت كرماله او بكيت كرماله او فرحة كرماله او كتير صعب ما بدي اعطي تفاصيل شخصية لعلاقة بغير اشخاص اعطيني نموذج رح اعطي نموذج ما له علاقة بانسان او خليني اقول رفيقتي عرفت انه مش من فترة مش من زمان عرفت انه رفيقتي يمكن يكون عندها مشكلة صحية كبيرة لما خبرتني بالواتساب كان هيدا الشي انا مني متوقع وانا متوقع وانا صابت عادي دردشة او ميزة شمشة شمشة صغيرة تلعلا مشكلة يمكن تكون مشكلة كبيرة يمكن بدي عملية يمكن لانه هالشي ايجا بشكل مفازق حزنة يمكن حزنة 5% من حدا تاني شو حزن بس حتى هيدا الـ 5% هي الاستثناء بشكل عام اذا بسمع انه حدا صر له شيء ادما نكون بين هلالين اقراب انا وانا هالشخص ما بتأسر انا عندك اصحاب تشكي همومك او عندك هموم بالمطلق بتحس انه هذا وزر هذا عبء علي بزعل احبط بحس انه فيه هم وفيه طقل ايه دايما يعني كل ثانية من حياتي وباكي اهم طقل هو هيدا اللي هلا عم نحكي عنه يعني هالانفصال بيمنعني انه اتعلق بالناس ففيك تتخيل هيدا كيف تأسر ما هي ما بعرف اذا رح تطلع كي شيء بس انه ما هي جمال العلاقة مع الناس هي هالتعلق هالحاجر التاني اللي بتكون موجودة هالحاجر متبادلة فكتير صعب تكون على علاقة ان كان بي بارتنر او بي صديقه او صديقه اه لا حضرتك متزوج كم سنه كم سنه استمر زواجك اه فوق التسعة سنين طيب حبيتا رح رح ارجعلك لهالانفصال من جهها رح اقلك كتير حبيتا يعني العطائي اللي كنت مستعد اعطيه ولي كنت اعطيه ومن قلبي مش انه تمثيل كتير كبير وحقيقي من جهه تاني كتعلق ما نحنا لما انطلقنا كان اقرار اخدناه هيك انه اوكي يلا منطلق ويعني من وقته لليوم يعني من السنة وشوية لليوم اه مع انه نحنا بعدنا اصحاب وبعدنا تشتقلق تشتقلح ذا عندك شعور اشتياق لالا ما انا مريده اللي كن جاي لك يا انه مع انه نحنا مش انه مخانئين وكرهانين بعض ما بشتقلق مع انه بعدنا اصحابه بعلاقة كتير طيبة برضو اه ما بشتقلق ولا مريده اشتقتلها من هالسنة لليوم هيدا مثل عن الانفصال اه 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 امك خيك عندك يعني بتشتق بتتلحف لا انت بره برات لبنان عندك لهفة بتقول امي اشتقتلي كيفك شو اخباري خيه ولا بس واجب السؤال ابدا اه ابدا ما بعرف شو يعني اصلا يعني حتى اذا في خبرك شي صغير انه بتذكر لما كنت صغير و اه ام حدا من رفقاتي يحكيني عن خيه بتذكر اول مرة سألته بالحديث وبتحبه لخيك قال لي اكيد بحبه ما هيدا خيه قلت له اكيد فهمت انه خير بس تحبه قال لي ما عمل لك هيدا خيه انا قلت مش عم يفهم علي لما تكرر الحديث كذا مرة مع غير اصحاب صار بتفهم انه اه في شي اسمه بحب خيه وبحب امي انا ما بعرف هيدا الشعور انت انت سامع عن كونسبت الحب بس مش انطبقه هلا يلي عم بحكي اه شي كتير محدد الحب التلقائي السبونتاني اللي بيجي للعائلة ما بعرفه ابدا يعني انا ممكن حب اختي متل ما بحب رشيتي يعني انه هيدا شخص منيح وبرتح لها بس انه بحبه لانه اختي مرعي خير الصور اه بحالتك انت بالنومنس ديسوسيياشن الطب شو بيقول في علاج نفسي لاجأت الاني علاج نفسي اه في كتير اشه هلا اول شي انا مني خبير فما يعني يعني يمكن اقول شي ما يكون دائمية باللي بس تما حدا هيك يكون عم يسمع يكون متكل على حديثة مية بالمية لأ خليهم يشوفوا اخصي ايو يعملوا الريسرش تابعونهم عالموضور بس اي اكيد الطب هيكي كتير عن هيدا الفكرة الفكرة الاساسية هي انه الدماغ بيهمه يحمي حاله فلما الدماغ بيشوف خطر بيحاول يشوف كيف بيقدر يحمي حاله من هالخطر لما بيشوف انه في مصدر وجع ادباني ممكن يقرر الدماغي انه ما يشعر ما يحميني من هيدا الوجع نعم خصوصي اذا كان شي بيعتبر الدماغي انه فوق طاطق استحبه نعم وهيدا كتير ممكن يصير اذا انا مبنية الريسليم او المقدرة على مواجهاتك الحزن او الوجع او كانت حابي بقول انه لفترة طويلة انا ما شفت اخصائي لانه قلت ما خلص ما العالم مجاع فانا رح ضل نام وخلص فبقيت 15 سنة واكتر عارف انه انا هيك بس ما عم بعمل شي والنتيجة انه ما اشتغلت لحل هيدا الشي من اقل من سنة بلشت يعني اتقررت اني فقوتي بيترافيدي وقالي هلأ فوق سبتشهر فيي بيترافيدي و بدي اقول فكرة انه اول شي مش كل حدا عنده اضطراب يعني مريض وتاني شي حتى اذا انا مريض نفسيا هيدا منه منه تهمي يعني مثل ما الواحد احسنت احسنت برافو على برافو على منه تهمي منه منه عار منه استيجما يعني اعتبر انا مريض جسدي يعني اعتبر انا مريض شح او معي كورونا او كثرت ايدي او عندي وطأ او معي سرطان او اللي بدك ما في شي عاب وبالتالي ما في شي عاب ان يرقشوك حكيم لانو انا قللي اسمعين عم باركو مشان هيك يعني اللي بقولوا لكل الناس خدوا معلومات عن هيدا الفكرة وشوفوا اقرأوا اقرا عن حالتك اقرا صح مية بالمية ومثل ما قالت انه عملية الشفاء بتبلش وبتستمر بس الواحد يقرا يتنور ويعرف من دون هالهال آآ آآ اثات المجتمعية اللي هي السخرية والتنمر واا الاستهزاء بوجع الاخر مظبوط وهي دي بترشمل نشان حتى النكات اللي من نكتها يعني أنا لما أقول عن حدا باشي براسه وبقول لك إهانة بتروج الفكرة أنه إذا حدا باشي براسه هي إهانة طب ليه إذا بني شي بقلبي قلبي بيقطش منه إهانة بس بني شي براس إهانة لا بني شي براسه أو إذا حدا أنا معصد منه بديهطه بقوله أنت بدك طريب نفسي أنه لا ما هي ويمكن بده طريب نفسي ممكن أنت كمان بدك ما هذا شي كتير مية بالمية سؤالي الأخير لحضرتك الغريزة الجنسية بالناس اللي عندهم تخدر عاطفي كيف بتصير يعني كيف تعمل العملية الجنسية كيف بتصير كمان مني أخصائي بس رح أربط موضوعين بعض إذا في هيك بسطة شوي تفضل على الغريزة الجنسية أكيد في إلا شق جسدي وفي إلا شق نفسي إلا شق الجسدي أكيد ما قلوا علاقة إلا شي شي أورغانيك هيدا موضوع تاني أما الشق النفسي أكيد بربوط لأنه كثير العلاقة الشهوة الجنسية بي إذا أنا مرتاح مع الشخص التاني إذا أنا معلق بالشخص التاني إذا أنا مستعد تكون أو ما عارشو الكلمة إذا مستعد متاح للآخر صح فكلما هال آآ علاقة كانت معطلة بسبب التخطر كلما هيدا الشي أثر على العملية الجنسية أو شفاف مع الآخر ألا بدي حييك بدي حيي جرقتك بدي حيي فهمك أنت رجل فهيم يعني عارف بالضبط شو بايك وبشكرك لأنه بكل سؤال بتجاوبني بتقلي أنا مني اختصاصي ولكن رأكي من منطلق معرفتي بحالي ومعرفة الزات هي الأهم شكرا لألك ألا ألا عالم الدين ألا تكلاحك